مرحلة مهمة أخرى في تاريخ المشاركة السياسية تقارب على دخولها مملكة البحرين والمتمثلة بإجراء الانتخابات التشريعية للمرة السادسة منذ الإعلان عن المشروع الإصلاحي الذي تبناه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورع دورة انتخابية جديدة ستفعل من أطر المشاركة الشعبية في اختيار المترشح الأنسب لشغل المقعد النيابي والبلدي وذلك سيكون مدعوما بأفضل الآليات الدستورية المتحضرة البحرين باتت على اعتاب الدخول في دورة انتخابية سادسة في تاريخها منذ أن أفصح عن معالم المشروع الإصلاحي الذي تبناه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وهي فرصة جديرة بالاهتمام وتأتي سانحة ومهيدة لمرحلة جديدة من النهوض بالحياة السياسية وتفعيل أطر المشاركة الشعبية التي لطالما كان لها الدور الأبرز في الوقوف خلف المسيرة الديمقراطية في المملكة وتعزيز مقتسباتها المدعومة بأنجع الآليات الدستورية والقانونية المتحضرة التي تأخذ بعين الاعتبار دور السلطة التشريعية في تقديم جملة من القوانين بمراسيمها ومقترحاتها ومشاريعها التي تلامس وتحاكي صلب المواضيع الخدمية المنسجمة مع مطالب المواطنين وستكون بلا أدنى شك ملبية لطموحاتهم واحتياجاتهم دورة انتخابية سادسة أعدت لها العدة المناسبة لإنجاحها كما سابقاتها مفصلة مع الناخب من حقوق وواجبات لإتمام خطوات مشاركته السياسية على الوجه المراد ومبينة ما يجب على المرشح أن يتقيد به من شروط وضوابط نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي لم يقفل عن الحقوق التي كفلها له هو أيضا تجربة انتخابية ستقام ضمن موعدها الثابت ستطل على الناخب البحريني وقد تشكل لديه وعي كبير في تحديد اختياراته وحتى في إعلان السبب الوطني الحقيقي الذي يقف خلف مشاركته الضرورية في العملية الانتخابية لكونه ذلك الرقم الذي بيده إنجاح العملية الانتخابية وهو من بقلمه الحر سيماط لثام عن مجلس نيابي وآخر بلدي سيكون من خلال أربع سنوات قادمة معاونا ومساندا لباقي السلطات من أجل ضمان مسيرة العمل الوطني خدمة للوطني وللمواطن